هناك من يقول إنه لا يُفتِي في الجهاد إلا من كان يعرف الجهاد وهم الذين يقومون به فعلا أما غيرهم فلا يعرفون أحواله سواء من العلماء وغيرهم فهل هذا القول صحيح وما حكم قائله؟ هذا قولٌ باطل يُفتِي بالجهاد أهل العلم العلماء هم اللي يفتون بالجهاد لأنهم يعرفون حكمه وشروطه ومقوماته أما الجاهل فلا يُفتِي بالجهاد وإن كان هو يروح ما هو هذا الدليل على أنه يعرف الجهاد هو مخطي بذهابه كيف يعتبر أنه يعرف الجهاد؟ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أسئلة كثيرة جاءت عن حكم الاكتثاب بدفتر العائلة عن الغير هذا كذب